السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جد لكم فيديو جديد حلقة جديدة سنتكلم اليوم عن كل ما يخص الهجرة إلى إيطاليا سنناقش جميع الدلالات سنناقش جميع الحلول المتاحة للهجرة إلى إيطاليا في أحسن طروف سنناقش جميع الطرق السهلة والبسيطة في متناول الجميع كما تعلمون قبل ما نتكلم عن أي بلد للهجرة ندرسوا قانون هجرة أي بلد عد كن نهضروا على الفيديو جيلو وكنجيبوا لكم كل ما هو سهل من القانون هجرة أي بلد سنقرروا قانون الهجرة وكنجيبوا ملخاص على طرق السهلة والبسيطة جدا فليوم رأينا نهضروا على الهجرة إلى إيطاليا الكيفية والدلالات حيث هناك كثير من الفرص وكثير من برامج لجرع إلى إيطاليا السهلة والبسيطة جدا لا نتكلم من فراخ أترك لكم في صندوق الوصف وفي تعليق رقم واحد مصدر الخبر وحتى الروابط اللازمة من أجل ملء الاستمارة بالمجان لجميع سأشرح الكيفية وأشرح الدلالات وندخلوا في الموضوع كيف تعرفوا إيطاليا لديهم نقص حد فيد العاملة بالخصوص بعض القرى اللي هي شبه مهجورة بعض الموضوع الصغيرة والقرى شبه مهجورة ولديهم نسبة الشيخوخة عالية وعالية جدا فلهذا هما يبحثون عن تعمير ويبحثون عن شباب من أجل يد عاملة لأن لديهم نقص حد فيد العاملة هناك شركات مطاعم تغلق أبوابها لأن ليس لديهم يد عاملة كافية وحتى في ميدان الفلاحة والزراعة كما تعلمون هناك عقود موسمية توفيرها إيطاليا بالآلاف ومئات الآلاف للمهاجرين الذين يريدون الهجرة إلى إيطاليا سنويا هناك عقود موسمية وهناك عقود دائمة لماذا إيطاليا تفعل ذلك؟ لأن لديهم نقص حد فيد العاملة أول شيء سنتحدث عنه بالنسبة للناس الذين هاجروا عن طريق عقد عمل إلى إيطاليا هناك عدة طرق أنا لا أنصحه بالطرق أنك تشري عقد عمل لأن هذا سيطح عليك بثمن غالي وباهي جدا أنك تشري عقد عمل أنا أفضل أن ندخل لموقع الرسمي للتوضيف في إيطاليا وتعمل الصمارة وتبحث عن عمل في المجال ذلك وتبعت لهم السيرة الداتية وتبعت لهم كي نقول التخصص تبصيلي في البحث عن عمل موقع البحث عن عمل الرسمي للحكومي وتفعله السيرة الداتية في الميدان وتنرد إن تم القبول سيوفر لك عقد عمل بالمجال المشغل سوف يوفر لك عقد عمل بالمجال لا تحتاج تخلص شيء حاجر بالنسبة للقاطعات في المجال نسبة للناس الذي يريد أن يحاجروا أو بالنسبة للناس الحرافين والصناعيين أو الفلاحيين سوف نبدأ بالفلاحيين ومالنوؤلين ومعن نضع إلى الصناعيين والحرافين والناس الديبلومي وبنسبة للفلاحيين ناس الذين يتركوا في جميع الزراعة وفلاحة والفرز والأفوكا الذين يقومون بعقد موسمية لما تشري عقد موسمي أنا غاد نخلي لكم في صندوق الوصف فين تدخل موقع رسمي دي الوزارة الفلاحة ديال إيطاليا الموقع الحكومي الرسمي ديالهم فين تبعث السيرة الداتية ديالك وفين تبعث لالتر دموتيفرسيان شنير لالتر دموتيفرسيان وهي خطاب تحفيزي كتدير واحد الخطاب تحفيزي لكن هناك عدة أمثلة في جوجل يمكن أن تأخذوها من جوجل وتبدلو غير اسم كوشي كدير يكتب عليك كدير يقول لك الناس ما كيتعونوش بلي كوبية كولي في جوجل خطاب تحفيزي دي كافر ليتر ليتر دي موتيفرسيان ولا بدأ ما تكون خطاب تحفيزي على أنك محفز وعلى أنك تحب بذلك البلد وعلى أنك أنت موهي اسم بذلك البلد منذ الصغار وعلى أن هناك فرص للشغل كثيرة وكثيرة جدا وهناك فرص من أجل أن تحسين وضعك المادي وأنت تحب الأماكن السياحية هناك الأماكن الاقتصادية وكذا كذا كذا وأنت تحب دلك البلد منذ الصغار وحول ممكن أن تزور ذلك البلد هذا بعد الأمثلة في كيفية كتابة الخطاب التحفيزي كما ذكرت ستجدون خطابة تحفيزية في الموقع جوجل يمكن أن تستعينه بالكوبية كولي هذا من جانب من جانب آخر من الأحسن أن تكون عندك سيرة داتية منظمة رقم الهاتف يكون في السيرة الداتية يكون صحيح لا يكون رقم الهاتف أو لا يتصلوا بك أو لا يلقوك أو لا يلقوك أجوانياب وضع منك الفرصة فيجب أن يكون رقمك الهاتف صحيح ويكون البريد الإلكتروني الذي يدعون تفسير الداتية يكون صحيح لك أو لا يتصلون منك توضيح تجاوب معهم في الوقت المناسب لا يجب أن تكون تدخل البريد الإلكتروني مرة في شهر أو مرة في الأسبوعين وتتضيع منك الفرصة يكونوا رقم الهاتف أو لا تتجاوب معهم يجب أن يكون هناك تواصل مع هذا الناس حيث فإن تفعلوا سيفر ديالك لهاد وزارة الفلاحة ولا الوزارة المعنية ديالهم وكي نقولوا وتبوستولي غادي ترسلوا معك شون غادي تطلبوا منك لا دفعتي الفلاحة غادي تطلبوا منك واحد شهادة تدلوا على أنك فلاحي شهادة اللي تعطيها لك الغرفة الفلاحية لكن أنت فلاحي لكن أنت فلاحي وفلاح ولا مزارع غادي تطلب من الشامبر دا غريكولتور الغرفة الفلاحية تطلب منهم أنهم يسلموك البطاقة المهنية ولا البطاقة المهنية ولا واتقة مهنية واتقة المهنية شهادة مهنية شهادة مهنية تثبيت على أنك فلاحي هذه الشهادة هي كافية وكافية جدا لكي تثبت لهم أنك فلاحي ومع السير الاداتية ولا لاتخدم موتيفاصيون دي كافر ليتا اللي هي الخطب تحفيزي هذا كافي على أنك أنهم يتواصلوا معك ويفورك عقد عمل مجاني مع المؤسسات هدو وك indemر غاديتجيب واحد الوثيقة من عند الغوفة الفلاحية ت Details على انك فيلاحي لما عندك ش يمكن لك دير لكن Ri Survivor في وحدة المنطقة وكيعفوك القائد المنطقة وكيعفوك أعوان السلطة في المنطقة غاديتجي طلب السيد القائد على انك تطلب منه واحد شهادة مهنية على انك فيلاحي السيد القائد غاديتجي لك واحد البحث ان تبين له انك فيلاحي في المنطقة ومزارية في المنطقة ما يخصر لك ولو غادي سلمك الواثقة المهنية لا كي كنقولو السيد القاعد دار الكباح تتأكد على أنك في لاحي عندو في المنطقة غا يسلمك الواثقة اللي هي شهدة مهنية هذيك الشهدة هي كافية وكافية جدا تعتبر attestation du profession delivery par les autorités اللي هي كتتعتبر واثقة مو سلم من طرف السلطات عندما يصدقية عالية وعالية جدا هذيك حسن من une attestation de travail delivery par une société هذي une attestation de travail delivery par les autorités هذي أمیز دقييه هذي هما كي ديروا هذي ان فنction وذور كيسهلو الاجراءات ان فنشان دي بزون هذيه نعندوم طالب على كيسهلو كيما كيشن دوم طالب على كيسهلو اعتقد للمشاهدة هذي هذي وكتبوش لكم رابط اللازيما لبغي دفاع في هذه المجالات هذي 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 دعو على صينعين هذي نخلل لكم يمكنك إدفعوا حرافين والصناعين ميكانيسيا سودرس باغ أو شيء من هذا القبيل أو ما شابه هدالك جميع الحرافين والصناعين كنهضروا على الجميع الصناعين والحرافين كذلك ومثال حتى الناس اللي هم ديبلوميو تقلبوا على خدمة في إيطاليا اللي عندهم باك باك بلوش دو باك بلوش دو باك بلوش دو ويقلبوا على خدمة حتى هم غادين خليلهم اللي سيد دوفخ دامبلوغ في إيطاليا مع ليكم إلا تصيفوا لسعر منكم وترسلوا مع ذلك الناس وتجربوا معهم ودوزوا المقابلة وإلا نجحتوا وإلا قبل عليك المشغيل سيوفر لك عقد عمل بالمجان حتى تيكي دي الطيارة حتى السكن عندما بدأت ماء يوفر لك جميع الحاجيات الأزمة فأنتمنوا أحيادening Suk нам NXT يجب الإجابة فقط جامعة وإنم اللهم يستمعения جامعة وإنم اللهم عز وجل يجب لكلام والاق sitcom وأتمنوا من اللهم عز وجل يحسب كل حاجة حالك ولندموا الى الخير البعضيتنا يا ربي اللهم سهل لجميع إلا الشخفة اللهم يسعى بالدعاء ويطلب الله سبح والأحد يستمع به إنه سم يعني أكبرarna بيستجابتي جدد لماذا أطلب الله سبحان أحد يستمع الك violenta على قفات الثانية هذا من جانب بارتجيو هاد الفيديو عفاكم وزعو هاد الفيديو على نطق واسع هناك الكثير من الناس في أمس حاجة الهجرة هناك الكثير من الناس في أمس حاجة الشغل بارتجيو هاد الفيديو كيف تبريد خير لرأسك بريد الناس أن تجيب لك الله لي بارتجيو معك شي مرة شي وقت شي فيديو وتلقى منه الفائدة هذا من جانب من جانب آخر قد نتكلمه على موضوع آخر هذا من جانب فموضوع الهجرة هذا موضوع هدرنا عليه ماتدو اخر يستطيع الانج сдاء فيزا السلторы سوف اد tittar عنوان شافاوين وأخلي لكم حتى المال رابط legitimate دار البيضاء شارية براهيم روداني إقامة المعارف إقامة شفاء الطبق رقم واحد لكن تأتي من مدينة بعيدة هناك الناس يأتي من المدينة بعيدة من طلجة من تيطوان من الحسيمة من العيون من الداخلة من المراكش من جميع المدينة المغربية يأتي عندي نستقبلهم من أجل استشارة وإداء الملف ورحبوا بالجميع لكن تأتي من مدينة بعيدة عندك نهار واحد دير صفر بجي تقريغة عراضك وترجع في حالك مرحبا بالجميع عندي في المكتب نستقبلكم شخصيا ونعطيكم استشارة ديركم أولا من أجل إداء الملف وكرر لكن تأتي من بعيد من الأحسن تسهول على المعارف توين سنتر توين سنتر معروف ونفوها توين سنتر ستزيد شوية شارية براهيم روداني سهولة إلى شارية براهيم روداني ستدخل واحد درسان متر 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 حتى تلقاء وكالة بمسي نحن عمارة بجانب وكالة بمسي في شارية براهيم روداني من جهة المعارف قريب التوين سنتر نحن من الطريقة الامسي للترجمة من الطبيق والأمسي للترجم مع إقامة شفاء طبق 1 نشغل من الساعة العشر عوصة الصباح من الساعة العشر عوصة للصباح من الساعة العشر عوصة إلى الخمس عوصة للشير نحن لا يددي بيشايا المعارف لن تدرش بروتوكولات صعبة للناس نرحب بجميع في أي وقت من 2 إلى 7 إلى 10 صباح و الـ 50 صباح بدون موعد هذا من جانب أخص سنضعوا على إيجابة دوصية هناك الناس يجعلون أوروبا وليس لديهم أوراق تريد العمل والصالير عندهم طائح ويجعلون في مصنع ويجعلون ويجعلون لا يمكنهم إعطاء فيزا ويجعلون أوراق ويجعلون ويجعلون نحن نشغل في إطار القانون وإطار مساعدة الناس أول شيء ليس لدينا غريزة البحية لو كان لدينا غريزة البحية لعملنا ويجعلون كل مكاتب الإجارات ويجعلون ثلاثة أوراق ثلاثة أوراق ثلاثة أوراق ثلاثة أوراق ثلاثة أوراق ثلاثة أوراق ثلاثية أوراق ثلاثة أوراق الجحل عندك أوراك تريد تصالير ديالك عندك أوراك كذا كذا ومن بعد سواء كان ندرك أسوسي في شركة بطاقة مقاول داتي وكان حاولوا نعزل الملف بالأوراك اللازمة باش تطلب فيزا ويكون عندك معايير طلب الفيزا لأن القنصلية تطلب معايير هناك معايير معايير معقدة وإدارية ولكن ليست معقدة بالنسبة لنا نحن لدينا تجربة في الميدان لدينا اتصالات في الميدان نوع عرف الناس في الميدان نشغل في هذا الميدان نعم جدا يوميا ديالك لكسنبورغ والإيطالية نعرفوا شمن قنصولية في داك لو قيتال لأن هذا الشيء يتبدل استاتيستيك يتحدث في الميدان لذلك لدينا خبرة في الميدان لدينا التصالات في الميدان ونعمل من أجل أن يتم قبول الملف من أجل طلب التأشير ولله الحمد هناك المئات والمئات دي الناس اللي اخدوا فيزا ديالهم أطرافير المكتب ديالنا احنا وهذا شرف لنا وهذا ما يزيدنا إلا العز والكرام وأننا نكون فخورين بذلك ومرحبا بأي واحد بغير طالب الفيزا الملف من أجل طالب الفيزا للأوروبا سبانيا وللبرتغال وللأيد ولا كذلك ومثال بالنسبة الهجرة الكندا نعملوا على بالنسبة الله اللي بغير يقدم طالب الهجرة الكندا نشتغلوا على هذا هذا فيديوهات مقابل على الهجرة الكندا ممكن ترجعوا وتشوفوا الفيديوهات الهجرة الكندا هذا مكان حاول ما نتوش عليكم بزاف اللي بغير يجي عندنا مرحبا به هذا شرفون لي أنكم تجيوا عندي ونستقبلكم أو مرحبا بأي واحد هناك شيء أريد إشارة إليه وهو بالنسبة للمعاقين لناس دول احتياجات الخاصة كان حسب ليهم الدوصي فابور بلا ريال بلا جوش كان حسب ليهم حاجة واحدة الدعاء الخالص يدعيه معنا دعوة دير الخير حسن من ذك السلف درهم قصة من بإله لالي العظيم شيء اللي يدعى معك الواحد يدعوة دير الخير حسن من ذك السلف درهم الناس دول احتياجات الخاصة كان حسب ليهم الدوصي فابور الناس الأيتام اللي هو يتيم الأم ويتيم الأب وليس لديه سند ماذا أعني بليس لديه سند؟ ما عندهو خارطه ولأمو ولا شيء واحد اللي وقفناه يتيم الأب والأم وصغير في السن كان حسب ليه الدوصي فابور غراتيوة ما حتى الإجراءات القنصلية الإدارية كان يخلصوا رحنا عليها من جيبنا بعض البربلم والناس اللي بغين التعاجع على الأبرات كان حسب ليهم الدوصي فابور تخلصونا بحاجة واحدة الدعاء الخالص يدعو معنا دواء دي الخير هذا مكان من تمنوا إلى الخير بعضيتنا يا عب بالله ما يسهل من الله يسهل أمور الجميع يا عب بالله ما يسهل أمور الجميع يسهل أمور الجميع إلى الفيديو المقبل إن شاء الله بإذن الله خلينا لكم مرحب منطور شاهدكم بزاف الله يعنكم تباك الله لكم